السراحة والسراحة اتفاجئت زي زيكم كنت في صيدالية كده ولقيت دكتور راشيل منزلة سيروم للتفتيح او مش سيروم بس هي مجموعة كاملة مكونة من غسول وكريمات تفتيح وسيروم فقلت ايه ده انا مجردتش ده وده جديد لا انا هشتري السيروم لان بيبقى اقوى حاجة في المجموعة كلها واجربه وعمل ريبيو ولو عجبني يبقى اكمل بقية المجموعة فيلا بينا نشوف الريبيو سوا هاي يا جماعة زيكم عاملين ايه الاخبار يا رب دايما تبقوا كويسين وكل ريبيو احنا بنعمله بيعجبكم وبقولكم كل حاجة عن المنتج ولو عايزين اجرب اي منتج اكتبيلي في الكومن تحت وانا هجربه واطلعلك بريبيو على طول طيب في البداية كده متنسيش تعملي طبعا سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل ريبيو جديد احنا بنتكلم فيه وتاني حاجة تعملي لايك للفيديو وعشان ده هيساعد الفيديو ان هو يوصل لكل بنت بتدور على سيرة من دكتور راشيل وايتسكن وعايزة ريفيو عنه علشان ما تدفعش فلوسها في حاجة مثلا ما تنسبهاش حاجة مش كويسة حاجة جودتها مش حلوة انا زي ما قلت لكم في البداية انا كنت في الصيدلية بدور بقالي فترة على منتجات يكون سعرها معقول بجودة ممتازة وكون بديلة المنتجات تانية كلنا حاليا ما قطعنهم فلاقيت دكتور راشيل منزلة منتجات جديدة انا ما شفتهاش اول مرة شوفها استغربت يدن ايه ده هي جات امتى رغم ان دكتور راشيل يعني فيه منتجات فيها بتبقى عالية قوي حلوة قوي وفيه منتجات بتبقى سيئة في الارض السيئة مش بتبقى سيئة هي ما بتلاقيش منها نتيجة ما فيش حاجة وسط مثلا او في حاجة بيختلف عليها الاتنين يا كده يا كده فانا قررت ان انا اشتريم المجموعة دي السيرم بما انه هيكون اقوى حاجة لو طالع كويس يبقى اكيد المجموعة كلها بقتها تبقى بالنسبة كبيرة كويس اشتريت سيرم دكتور راشيل وايت اسكن دي في البداية العلبة الخارجية بتاعته بصوا كده ودي العبوة دي تمام هورها لك برضو العبوة هنا اهي جواها ما بيكونش فيه اي حاجة خالص هي بتيجي مغلفة وانتي اللي بتشيل البلاستيك ده وانا شاريها من الصيدة جواها بس الورقة دي بالمنتجات اللي فيها ان فيه مثلا عندنا هنا الغسول بصوا وطريقة الاستخدام وعندنا كمان السيرم اللي معايا وكمان ايه وكمان ايه في التاني الكريم الليلي لازالة البقعة الدكنة وطبيض البشرة هم تقريبا المقعة كابلة بنفس المكونات ممكن يكونوا ضايفين حاجة بسيطة او حاجة وده الكريم النهاري اللي هو بعمل حماية بعشرين والعشرين دي مش مناسبة من نهاية تحميك من الشمس والمفروض ان هو كمان مرطب طيب ده بس اللي موجود ودي زاست السيرم زاست السيرم حوالي خمسين مللي سعرها ايه ميتين جنيه مكتوب عليها او بتوعد ان هي هتخلي البشرة قدقية نعمة وهتفتح البشرة ولو عندك بقعة دكنة هي هتمحيها تقريبا وهتقلل التسبغات اللي موجودة في البشرة طب يلا نشوف مع بعض مكونات السيرم ده فعلا هتعمل كده ولا لا المفروض ان السيرم ده بيناسب الاستخدام اليومي عادي جدا وانا فعلا كنت باستخدمه مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل على بشرة جافة او مبللة هقولك الفرق من الاتنين قدام شوية ببدأ احط ثلاث نقاط منه توزعه على البشرة وعلى الرقبة وبعده على طول الكريم المرطب بتاعي المادتين الاساسيتين المفروض السيرم اتعمل منهم اللي هي الاربيوتين والنيا السينمايد الاربيوتين ده من احلى المواد لتفتيح البشرة بس هل هي مكتوب هنا نسبتها كام لا والنسبة على فكرة في السيرم ده بسيطة مش كتيرة ولا حاجة ومش عالية ونيا السينمايد برضو نسبته مش عالية نيا السينمايد ده له سحر تقريبا بما انه هو تريند بقاله فترة هو فعلا من احلى المنتجات اللي انت ممكن تجربها اي كريم اي سيرم فيه النيا السينمايد هاتيه على طول اي ان كانت نسبته النيا السينمايد بيدي نظر البشرة بيقلل من البقع بيكمان بيشد البشرة بيدي انار البشرة كمان بيقلل تكون الحبوب فدائما بشرتك الدهونية خصيصا هتكون نظيفة ومش محتاجة لأي حاجة بعد النيا السينمايد عيب الحاجات دي انه مش مذكور عندنا تركيز تركيزها كان مش موجود عندنا كمان الجليسرين فيه وايه ثاني بس نشوف كده والسوديوم هيلورانيت كل ده مكتوب على اللعبوة الخارجية سوديوم هيلورانيت يعني المفروض ان هو هيرطب البشرة طيب يعني انا قلتلك الوقتي ان هو هيفتح البشرة هل هو بيفتح البشرة بيشيل البقع الدكنة بيدي ترتيب في البداية اول اسبوع انا استخدمت السيرم ده ما حسدش باي حاجة نهائي اول عشر ايام ولا كاني بستخدم اي حاجة على بشريتي خالص ولا اي نتيجة مع العلم ان انا لما بكون بجرب منتج جديد بوقف اي منتجات تانية عندي علشان ان انا اقدر اقيم المنتج ده واطلع اتكلم معاك واقولك ريفيو مزبوط كنت مترددة في استخدامه ليه على بشرة جافة ولا مبللة لان التركيزات للنيا سينمايت او الاربيوتن مش واضحة قدامك فعادي انت عادي تستخدميه على ده او على ده مفيش مشكلة خالص طب تستخدميه كم مرة مرتين يعني برضو معروف ان النيا سينمايت ما بتجي تدخليه البشرتك مفروض تدخليه بالتدريج شوية لو نسبة عالية ده مفيش مشكلة فيه يعني مش هيحسس البشرة مش هتحس فيه حمرار تهيج لا 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 خالص النسب بسيطة فعلا كأنك ما بتحطش حاجة خالص ودي من الحاجات الكويسة يعني في نفس الوقتي ميزة وعيب عيب ان انت ما تلاقيش نتيجة خلال اول عشر ايام وميزة ان بشرتك عادي ثلاث نقط منه على البشرة وعلى الرقبة بس وبعدي بابدأ احط المرتب طب كنت باستخدمه مرتين في اليوم اه انا كنت فيه ايام كنت باستخدمه في البداية مرة واحدة بس وبعدين لما لقيت ان هو خفيف او مفيش تحصص على بشريتي بدأت ان انا استخدمه مرتين في البداية كده اول استخدامي حسيت بنعمة نعمة بسيطة كده للبشرة في خلال عشر ايام مفيش غير كده خالص بعد العشر ايام بدأت النتيجة تبان بقى ان انا مثلا انا معنديش بقع دكنة ان انا قدر اقول هو هيشير البقع دكنة ولا بس تفتيحه للبشرة اه هو فتح البشرة بس بنسبة مثلا ايه دركتين ده غير ان انت بتحس ان وشك فعلا فيه نظارة وشك منور وكان هو السرف ده تاني حاجة الترطيب يعني انت وانت بتستخدمي مش هتحتاجي سيرام هيلورانيك يعني ده هيفيدك ان انت هتستخدمي سيرام تفتيح للبشرة وفي نفس الوقت ترطيب ومش تحتاج ان انت تجيب اي منتجات كتيرة فده هيكون بديل لحوالي ثلاث سيرامات اللي هو سيرام التفتيح او سيرام نياسيرامايد او سيرام هيلورانيك كنت بتستخدمه وحده بدون اي حاجة حجمه كمان خمسين ملي فحجمه مقابل القيمة حلو جدا انا كنت مباهرة بالنتيجة انا مكنش متخيلة يعني بعد اول عشر ايام كده مفيش اي اكشن انا قلت لا دا المنتج مش كويس بس بدأت يديني نتيجة فبدأت ان انا منباهرة ازاي ان هو فعلا بيكون كده ففعلا زي ما بقولك دكتور ارشيل اما نتيجة بتبقى حلوة قوي اما بيبقى تحت قوي كمان الطيوب بتاعته في التصميم حلوة جدا بصي بتنزلك الدروبس بالزبط هو ولا هو خفيف ولا هو تقيل هو وسط مجرد ما بتحطيه على البشرة بصوا بيدي لمعه حلوة جدا للبشرة والبشرة بتمتصه سريعا انا كنت كمان باستخدمه على فكرة بالمناسبة على ايدي وكنت بلاقي نتيجة منه حلوة على ايدي هل هو في روايح مش شامة ريحة قوية منه ممكن يكون فيه بس بالنسبة بسيطة في الكحول ايوة بس برضو مش بالنسبة عليه فتقييمي للمنتج حاجة زي كده بسعر زي ده بالنتجة زي دي لا برافو بصراحة برافو جدا يعني الصراحة هو عجبني عجبني جدا وانا بالمناسبة انا بقى لي شهر ونص بجربه يعني نتيجة بشرتي ظهرت بعد حوالي 15 يوم بجأت الاحظ التغيير المفاجئ وكنت ممكن انت كمان تستخدميه بما ان النسب بسيطة على المناطق الحساسة لو انت عايزة تفتحيها ووراها على طول كريم مرطب هستديجي نتيجة حلوة جدا وكمان مش بيلزق على البشرة كده بصوا يعني مش بيدي ملنس تلزيق او ملمس يضايقك لا بالعكس هم المسو حلو جدا تفتيحه او تنويره للبشرة زي ما بقولك تحفه بجد بس تقريبا دي كل الاسئلة اللي انت هتسأليها عن السيرم ده اتمنى ان اكون جاوبت على كل سؤال انت هتدوري عليه وبما ان السيرم عجبني شجعني ان انا جرب بقية المجموعة فانا فعلا هشتري الغسول والكريم المرطب والكريم النهاري وهجربهم واطلع بريفيو ولما تكون مجموعة كاملة كده بالسعر ده فدي حاجة حلوة جدا تجربتك كاملة عمل ايه في بشرتك وانا وبشرتك ايه علشان كل البنات تستفيد باي باي